اشتركوا في القناة مواجهات الاهل مع اوكلاند سيتي فهنلاقي ان هو وجهه مرة واحدة عام 2006 في الدور التمهيدي لبطولة كاس العالم لالندي اللي قيمت في اليابان ونجح الاهل بقيادة منوال جوزي في الفوز بهدفين دون مقابل ماذا سيفعل كولر هو ده اللي احنا هنقشه في حلقتنا النهاردة أو في فقرتنا النهاردة مع الناقد الرياضي سامح سمير صباح الخير يا سامح صباح الخير يا حمد صباح خير يا منا صباح الخير يا مشاهدين جميعا يا رب شايف النهاردة كولر هيبقى شكل اللعب ويرايك اصلا في الافتتاح لهذه البطولة ما بين النادي الاهلي واوكلاند سيتيتي هو في البداية انت قلت الاول كلام مهم جدا النهاردة جمهير الكولر المصرية وراء النادي الاهلي بش عاجة اسمعها اهلي وزمالك بش عاجة اسمعها انتماءات النهاردة اعتقد ان الكل بياعي تماما ان النادي الاهلي بيمثل مصر في كأس عامل الاندي بيمثل مصر في بطولة قرية عالمية بيلعب فيها اكبر الاندي في العالم ورأسهم ريال مدريد فياريت الناس النهاردة تقف خلف النادي الاهلي وما نشوفش اي انتماءات نهائيا نتمنى ده الكلام ده مش تبه للبروباجندة الاعلامية ولكن نتمنى ان تكون هي دي اخلاقيات مشجعينة علشان الاهلي بيمثل مصر النهاردة خلاص يمكن ده بدأ يظهر مع اول صورة رسميا للنادي الاهلي يعني هذه البعثة قبل ما يروح المغرب احديدا صحيح لذلك احنا بنتمنى النهاردة ان يكون الكل خلف النادي الاهلي طبعا هي مباراة مهمة جدا انت قابلت اوكلاند سيتي مرة واحدة 2006 جيد العظماء انا بسميه جيد العظماء من اول مانويل جزيل حد ابو تريكا وبركاته جيل الذهبي اللي خده البرونزية وعملنا حاجة محترمة جدا فيه كساعان الاندية جزيل وبعدين مسماني فكلر النهاردة عنده مهمة مش مهمة دي مهام عجلة النهاردة في الاهلي اول حاجة الرجل بيبحث عن تاريخ جديد للاهلي داخل البطولة لان الاهلي وصل للمركز الثالث اكثر من مرة فبيبحث عن المبرانة هائية تاني حاجة الرجل بيبحث عن تاريخ جديد ليه هو شخصيا انه هو يعني يكتب شهادة ملاد جديدة مع الاهلي والنفسه في سيفيلي كمدير فني محترم هذا المشروع السويسري اللي اعتقد انه يبقى مشروع فاخر مع النادي الاهلي الحاجة التالت الرجل نهاردة بيبحث عن انجاز خاص بعد جزيه وبعد مسماني الاثنين حصلوا على المركز الثالث والبرونزية في البطولة فالرجل بيبحث عن انجاز جديد للاهلي وليه هو زي ما قلنا داخل البطولة فعنده النهاردة مهام مهمة جدا النهاردة لازم ان هو يتعامل مع المباراة بحكمة وحنكة ويعرف ان اوكلان سيتي مش فريق هين ولا سهل بالمرة بمناسبة اوكلان خد فترة اعداد البطولة محترمة جدا في اسبانيا اخذ فيها ثلاث مباريات من ضمنها فريق برشلونة فريق تاني يمكن لبرشلونة بس وكا في فترة توقف شهرين فاعتقد ان الفترة توقف الشهرين دي ممكن احنا نستغلها لصالح حتى وان كان هو خاد اكتر من مباراة وان كانت مع الفرق الاكتر شهرة برشلونة بس هو الفريق برضو التاني مش الفريق الاول لكن احنا بنلعب الفريق ولكن ده اعتقد انه ممكن يدينا نقطة حماسية لان اعتقد ان اوكلان سيتي مش اول مش اكثر العقبات يعني فريق النادي الاهلي واغلب اللاعبين عينهم على مباراة ريال مدريد فلازم يعدوا بتاعة اوكلان سيتي دي بمنتهى السهولة بس اقولك الحاجة دلوقتي المدير الفنين او في الكورة بشكل اضاق ما بقيتش النظرة انك انت هتعدي اول مباراة او ان اول مباراة سهلة وانك تفكر في المباراة اللي الجاية الاهلي بيلعب مباراة تلو الاخرى كل مباراة لها اجندتها لها حسابتها اوكلان سيتي مش بالفريق الهيين تماما هو تعادل مع برشلونة عمل فترة ايادات في اسبانيا محترمة جدا عنده مفاتيح لايبة هيلة جدا بيلعب بطارية هجومية غير عادية شارسة جدا مش هو اوكلان سيتي بتاع 2006 بالمناسبة اش انت بقوا عارفين ده في نفس الوقت انت عندك اوكلان سيتي عنده طموح يعني ايه مش هو 2006 شكل مختلف اللحيبة وتغيرين الخطة متغيرة شكل مختلف طبعا في الاداء وفي اللاعبين وفي الخطة وفي المدير الفني وفي كل شيء طبعا وفي نفس الوقت انت المباراة دي انت لما ان شاء الله بيزدلها تعديها تعملك مباراة مهمة جدا بعدها مع سياتل الامريكي كمان بعدها يوم 4 فبراير فانت عندك حسابات ما تفكرش في ريال مدريد نهائيا ريال مدريد بيشمعونه على الخريطة بالنسبة لنادل الاهلي حالين الاهلي قدامه النهاردة اوكلان سيتي هو عايش بيحلم آيم نايم بهذه المباراة لحد ما يعدي اوكلان سيتي يبتدي احتفل لا شيء مباراة بمباراة يبتدي اه طبعا وبعدين انت ما استعدتش جيدا لكاس عامل الاندية لسبب انت ما قدرتش انك انت تحط خطة تواجه بيها اوكلان سيتي تدرس بيها اوكلان سيتي الاهلي لأسف كان عنده الدوري مباريات هامة جدا كان عنده بيرامدز وكسب بثلاثية عنده بعدها الزمالك كسب بثلاثية بعدها البنك الاهلي برضو كسب آه عندك انتصارات عندك فوز لأكثر من مباراة هامة جدا امام بيرامدز وزمالك وتصدارت الدوري ولكن انت فانها عندك ضغط مباريات ودي احدى التحديات اللي بيواجهها مارسل كولر في البطولة ضغط المباريات الكتير ان هو يستعد لأول مباراة امام اوكلان سيتي ان هو يستعد بالخطة اللازمة لعبور اوكلان سيتي ده انا عايز وقت مهم جدا شايف كولر هيعتمد في طريقة لعب والنهاردة بنفس الخطة اللي بيلعب بيها او بيلعب بيها بقاله فترة واحنا بنشوفها اللي هي اربعة واحد اربعة واحد ولا هيغير طريقة اللعب ومش هيعتمد على خطه النص للمساعدة الهجومية تحديدها بص النهاردة ان شاء الله انت هيبقى عندك اكتر من مفاجأة في تشكيل الناد الاهلي اولا هتبقى عالية معدول هيبقى متواجد يعني خليه بتدي من خط الظهر الشرناوي هيبقى متواجد ده بالطبع وده تشكيل الهيبقى الامثل ان شاء الله للمباراة اللي هيبتدي بيه مرسل الكورل ده تشكيل العائل واللي هو بيلعب بيه كولر طبعا فالشرناوي خط الظهر متولي خلاص راجع بعد الايقاف لمورات الزمالك وانتظم مع الاهلي محمد عبد المنعم جيه خلاص من الاصابة هو ومحمد هاني وحسن الشحات بطم الناس عليهم ان هما خلاص الشحات ألام الرجبة انتهد محمد هاني السمانة خلاص الخلفية لعبد المنعم خلاص ولكن نتحدي برضو الكولر ان يا رب الاصابات ما تعاودش تاني خلال البطولة فخط الظهر هيبقى متولي متواجد عبد المنعم هيبقى متواجد محمد هاني مفيش غيره خلاص أكرم توفيق وكريم فؤاد الاتنين مش موجودين صليبي يرجعوا بالسلامة باك الشمال عودت علي معدول هيبقى موجود ان شاء الله مع الناد لأهلي كرت كسبان بإذن الله في الأهلي خط الوسط هيرجع تاني حمد فاتحي مع إليو ديانج مع من المفترض يكون متواجد أفشا لو هيلعب مع عبدالقادر عبدالقادر يكون متواجد في دويتو بيحصل ما بين عبدالقادر وأفشا لطيف كده ممكن يعمل شكله كيس جدا للأهلي هيبقى جنح طائر يمين حسين الشحات عبدالقادر جنح طائر شمال وكهربة هيبقى برضو النهاردة وفاجأة كولر في المباراة لأن انت شايف عبدالقادر هيلعب في الباكة الشمال وهيبقى موجود ولا هيبقى طاهر هو الموجود ويخلي عبدالقادر احتياطي لا لا هو طاهر راجع من إصابه كله موجود هناك مع الناد لأهلي وكولر بيحاول يعتمد على كافة الأوراق ولكن اللي جاهز دلوقتي حاليا اللي تكسب ولعبه زي ما يقوله بلغة الكورة هيبقى حسين الشحات موجود وحسين بدأ أنه يبحث عن ذاته بشكل محترم جدا في المباراة الأخيرة ورجع سريعا من الإصابة أعتقد أنه موجود النهاردة كجناح طائر أيمن عبدالقادر هيكون موجود كجناح طائر أيصر وخط الوسط زي ما قلنا ديانج وعحمد فتحي والسولية إذا لم يعتمد كولر على أفشة مع عبدالقادر ويكن أعتقد أن أفشة ممكن يسنت في الشوت التاني أو الله أعلم ولكن دي التشكيل اللي ستبقى موجودة جنب طبعا كهربا هو رأس الحرب الصريح وهيكون مدينة محمد شريف لأن كهربا جعان وعدشان كرة الفترة دي محمد شريف أطلع بشكل محترم جدا مع الأهل أمام الزمالك ولكن كهربا منفجر كرويا طبعا فطبيعا هو يستغل في مباراة زي كده كولر دايما بيبقى له طريقة كده في أنه عنده طريقة تدوير اللعبة لا يعتمد على لعبين بعينهم ويمكن هو شاف إرهاق الأصاب لعبي الذي الأهلي السنة اللي فاتت وتفادى ده بأنه هو كل مباراة بيعمل لنا تشكيلات مختلفة كريستو وشدي حسين مستبعد أيمن أشرف يعني عندنا استبعادات من المباراة نقدر نقول أنها حصلت علشان يتعامل مع الإرهاق اللي ممكن يصيب لعبي الأهلي ولا الاستبعادات دي موجودة علشان خاطر خطة كروية هو خططها بوسي أزلك الحاجة هو في خمس لعبين مستبعدين من الأهلي فنيا فيش إصابات وفيش حاجة فنيا دي وجهة نظر كولر الشخصية أن دول خارق قائمة الأهلي دول خارق قائمة البطولة بملاسبة مش مباراة اليوم فقط أيمن أشرف بالطبع شادي حسين أيضا مش متواجد من مهاجم الأهلي كريستو طبعا مش موجود لسه ما خادش على فورمة اللعيبة ما يقدرش يعتمد عليه النهاردة في مباراة زي دي في كاس العالم أيضا مش موجود ولا هيجربوا لا 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 خالق فيش تجربة ما بنهزرش في كاس عامل عندية فيش تجار في كاس عامل عندية هيبقى مدير فني مبتدئ وده مش هيحصل مع كولر ولا مع الأهلي واسمه حجمه تاريخ الأهلي ولا حجمه تاريخ البطولة تلازم تنزلي تلازم النهاردة عشان تكسابي المباراة وخاصة أنك ستت 2-0 قبل كده في 2006 أيضا مش موجود أحمد قندوسي لعب وفاق السطيف اللي بنبارك له فاز مع الجزائر مبارح 5-0 أمام النيجر وتأهلوا المباراة النهائية في كاس عامل المفرقين المحليين برضو لسه ملحقش أنه ينضم في سياسة تدوير والراجل عنده وجهة نظر عايز يطبقها وعايز يوصل للتشكيل الأمثل لأنه هو مطالب بهذا الأمر فالخمسة دول خارج الخطة الفنية اللي مرسل كولر لذلك أنا قلتلك دي الخطة اللي هلعب بها النهاردة وده الأوراق الربحة اللي هتقبع مع كولر في المباراة طيب لو نتكلم على أوكلان ساتي أوكلان ساتي يعني لعبة بيتميزوا بالسرعة بيلعبوا على فكرة الاستحواز والتزديد من خارج المنطقة إزاي الأهل هيتعامل مع ذا بص خلينا نبتدي أوكلان ساتي نعرف بي أستاذ المشاهدين واحدة واحدة أولا أوكلان ساتي بيدربوا ألبرت ريرا الراجل ده موديل الفني ده أولا جريء جدا طموح جدا بمعانا هو بيلعب على طول 3-4-3 بيلعب بخطة هجومية بالسمرار بيعتمد على عناصر صغيرة السن في هذه المباريات بقاله فترة بيعتمد على لعبين صغار السن عشان تبقى اللياقة البدنية عالية اللياقة الذهنية عالية فده لازم الندل أهلي نهاردة يجاري بحكمة وبخبرة أنه يخرج من المباراة بشكل إيجابي فالبرت ريرا جريء جدا وعارف حجم وخطورة وشراسة الأهلي ولكن ستجد نهاردة ند شرس على المستوى الهجومي بالنسبة لأوراق الربحة اللازم الأهلي نهاردة يعمل حسابها وبالتأكيد مرس الكولر أحسن مننا كلنا في هذه الأمور وأكيد يتفرج على فيديوهات في محاضرات بالفيديو مع نعيب تنادي الأهلي ده ألف به خطط عندك أوكلان سيتي عنده كارت رابح مهم جدا إيميليانو تادي ده مهاجم رأس حربة أوكلان سيتي وبمناسبة الوحيد الكبير شوية عند 34 سنة ولكن هو هدف خطير بيلعب في أكثر من مركز وبيوجيد في التعامل مع مركز الأمامية كلها بصفة عامة مش مجرد رأس الحربة والراجل أحرز 19 هدف الموسم اللي فات في 30 مباراة وهذا الموسم حتى الآن أحرز خمس أهداف وهو هداف مش طبيعي والقيمة السوقية لي 350 ألف يورو لعب مهم جدا تاني لعب برضو هو هاري ديفريز ده برضو مهاجم وبمناسبة كان خرج في تصلاحات لأنه هم زعلانين لشان الناس برضو تبقى عارفة نيوزولندا بيدربها فيضانات هذه الأيام وعندهم حالة حزن الفريق هناك وقالوا نحاول تتخلب على هذه الحالة حالة الإحباط طبعا قلنا معاهم في النهال كان في ضحايا وكان في قصص فعندهم أزمة في المعاشكر النيوزيلاندي برضو عندك لعب مهم جدا في خط الوسط اللي هو كاميرون هويسون اللعب ده عن 28 سنة بالمناسبة قمت السوقية 250 ألف يورو هذا اللعب في خط الوسط وأحرز 11 هدف في الموسم اللي فات وخمسة في هذا الموسم زيه زي راس الحربة بالزبط هو لعب خطير جدا اللعب مهاري جدا في وسط الملعب وبيزيد بشكل محترم جدا في النواحي الهجومية ولازم يتعامل له حساب يعني مصمار كده زي ما بيقوله في وسط الملعب وبيسلد بشكل محترم جدا في الضغط الهجومي طبعا آدم ميتشيل موجود في خط الدفاع برضو مدافع مخضرم جدا وبتأكيد كهرباء عامل حساب ده وبتأكيد تفرجوا على هذه الأوراق الربحة دي أهم الأوراق اللي موجودة في أوكلاند سيتي اللي بيعتمد على اللعب الهجومي مش هجمات مرتدة تماما لا حتاقي ند قوي هتلاقي المباراة رايحة جاية ولكن طبعا هيبقى فيه في النهاية في البداية جس نبض وخوف من الطرفين كان فيه تصريح لريرا في الفترة الفتت بيكلم فيه عن قوة الأهل الضربة المتمثلة في بعض الأسماء اللي هو ذكرها بالاسم وقال إحنا عاملين حساب الموضوع ده وحنتعامل معاه كان بيكلم على عمر السلية وعلى أليو ديونج وعلى أفشع هو متخيل أنه هو لما يذكر أسماء بعينها متخيل أنه هي هتبقى مختلفة جدا في المباراة هيبقى حاطة خطة للتعامل مع تواجد اللعبين وكولر ممكن يغير أماكنهم مثلا بطريقته المعتادة في اللغبطة اللي بيعملها لنا بحيث أنه يلغبط حسابات ريرا لا مصرح لحاجة التصريحات المؤتمرات الصحفية شيء وأرض الواقع شيء تاني خالص التصريحات الصحفية دي كلها بروباجندا إعلامية كله بيجس طرف نبضة تاني ممكن أن يكون هو شايف مثلا أن خطة الوصف من الوقت النظر يبقى ضعيف جدا لو اللعب الفويني لعب فيكبر مرسل الكوري يقول أنا خايف منك وهو أصلا مش خايف منه وشايف أنه لاعب عادي جدا فيبقى عايز يلاعب أفشع لكن هو شايف أنه أفشع ما هواش قوي بالنسبة له كلها تصريحات للبروباجندا الإعلامية ولكن في النهاية تضليل بالضبط هما في النهاية الاتنين بيدوروا على طبيعي جدا أن نتكلم عن السلية السلية لعب خطير مش لعب قليل أفشع اللعب قوي جدا وبدأ يعيد اكتشاف نفسه لأنه بتاعت تماما بعض القضية ممكن والفاضية ممكن وكلام تكله لكن دلوقتي رجل بيعيد ترتيب أوراهم من جديد هو يرجع للأهل ويدخل في حسابات كولر في التشكيلة الأساسية لأن أفشع ومحمد شريف تحديداً الاتنين كان عليهم علامات استفهام على مدار موسم ونص كامل حتى على مستوى المنتخب الاتنين كانوا برع على الدكة جماعة من فاش نلعيب بهذا الحجم وبهذا الشكل أنه هم يخرجوا من الحسابات فالشريف بدأ يرجع أفشع بدأ يرجع ولكن كولر في النهاية عنده عين محترمة جداً داخل الملعب وشايف أنه لازم يكون عنده أكثر من بديل في كل مركز وبيحاول يعطي فرصة لكل لعب أنه يعيد اكتشاف نفسه لكن في النهاية هو عنده تشكيل ثابت النهاردة حيبتدي به المباراة سامح خلينا أسألك سريعاً كده دايماً شخصية النادي الأهلي أو اللعيبة في هذه المباراة المباراة الكبيرة تحديداً ما بتظهر بشخصية النجم اللي دايماً بيبحث عن النصر والانتصارات وحسم ألقاب جديدة والفوز بهذه البطولات الكبيرة ممكن نشوف ده النهاردة يعني يظهر في الملعب هذه الشخصية للنادي الأهلي علشان خاطر يعود مرة تانية لهذه البطولات بص مارسل كولر كان ليه كلام حلو جداً في المؤتمر الصحفي دي حقيقة وقال إن النادي الأهلي نادي كبير جداً في إفريقيا وليه اسمه على مستوى العالم فلما بيجي يشارك في مثل هذه البطولات القرية بيبقى عايز يوصل لأبعد نقطة في البطولة ده كلامه نصاً إن الأهلي دايماً خططوا عينوا على أبعد نقطة في البطولة طبعاً أبعد نقطة هذه المباراة النهائية إن شاء الله يعني يوصل لأبعد نقطة في هذه البطولة وما فيش أحسن من زي ما أنتم قلت دلوقتي يا رب وإن شاء الله الأهلي أدها يعني ويقدر يكسب هذا التحدي بنشهر حيك سامح سمير الناقض الرياضي على وجودك معنا في صباح الخير يا مصر نتمنى طبعاً نلفز للنادي الأهلي على أوكرانساتي أنا بشكركم وبقول لستيدا مشاهدين إن شاء الله تشوف المباراة رائعة النهاردة وتاني بقول لالتعصب وتاني نحترم وجود ممثل مصري في كأس عامل الأندية لشأن هذا مهم جداً لنا كمصريين بعيداً عن الانتماءات كل شكراً لكم شكراً